اشتركوا في القناة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية وأكد جلالته حفظه الله أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده مشيدا العاهل المفدى بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطني وصالح المواطن وعقب المقابلة صرح سعادة السيد حسن بن خليفة الجلهمة بأنه قد أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها الديوان في العام 2015 مشيرا إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته